اهلا بكم في المقابلة سيدان سات المشاهدين في حلقة جديدة لهذا الاسبوع ضيفنا فيها رئيس هيئة المنافذ الحدودية دكتور عمر الوائلي مرحبتين دكتور حياك الله خلينا مباشرة نبلش بعنوان عام هذه الحكومة المفترض اعتها واحد من ملفاتها الكبيرة هو سلامة المنافذ سواء البرية جوية بحرية ومفترض اعتها حملة على كل هذه المنافذ تفصيلاتها هواية وخلينا ابلش بها اتباعا قريت ابدي من اقليم كردستان رئيس مجلس وزراء قبل فترة كان هناك في الاقليم المفترض ان واحد من الملفات المهمة هو المنافذ في الاقليم شنو اللي صار بالضبط وحضرتك المعني الاول بهذا الملف بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءا مثل ما اتفضلت ان البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء من ضمن البرامج والفقرات المهمة كانت هي فقرة المنافذ الحدودية والسيطرة على المنافذ الحدودية من حيث فرض هيبة الدولة ومن حيث تحقيق ايرادات مهمة وضغط المخالفات وضمان حماية المستهلك وحماية الدخول البضاع بشكل قانوني وبشكل يعني غذائي طبي انشائي صحيح فصراحة اجانا دعم مطبيعي عن طريق الحكومة فيما يخص ملف المنافذ الحدودية راح نتطرق له اثناء فقرات البرنامج سؤالك فيما يخص منافذ في كولبستان انا اعتبر زيارة رئيس الوزراء زيارة تاريخية الى منافذ الاقليم يعني منذ 29 عام لم يصل اي رئيس وزراء واي شخص من الحكومة الاتحادية الى منافذ الاقليم بالرغم من صدور قرارات متعددة من قبل مجلس الوزراء السابق وقرارات متكررة من لجنة الشؤون الاقتصادية الا ان هذا الملف المنافذ الحدودية مع عقليم كولبستان ظل يعني مجمد لم يحطط اي خطوة بالاتجاه الامام زيارة رئيس الوزراء اللي صار شنو اوكي رئيس ما كان رئيس يزور الرئيس زار نعم رئيس الوزراء اوكي ورا الزيارة شنو صار زرنا منفذ ابراهيم الخليل وزرنا منفذ باشمار انا كنت مع دولة رئيس الوزراء في هذه الزيارة التقينا بمدير عام القمارق التقينا بال ليتابع لحكومة اقليم كولدستان نعم زرنا منفذين التقينا بالمشرفين على هذه المنافذ تم عملية التنسيق وتبادل المعلومات والتكامل فيما بين الحكومة الاتحادية ومنافذ الاقليم الزيارة جاءت من اجل تفعيل القرارات السابقة من اجل احكام السيطرة وتوحيد الاجراءات اللي هي القرارات ان تكون هذه المنافذ تحت سلطة الحكومة الاتحادية الاتحادية بالضبط وكذلك وهو ما لا يحصل الى الان صراحة استاذ حيدر هو الموضوع مو فقط فرض سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذ الاقليم هناك اجراءات فنية مهمة هي الاهم وهي التعرفة القمرقية يجب أن تكون التعرفة القمرقية موحدة في كل منافذ عراقية وحاليا هي غير موحدة غير موحدة في الاقليم اقل منها في المنافذ اللي موجودة اكو تفاوت في التعرفة القمرقية اكو تفاوت في الاجور اكو تفاوت بالجباية اللي تستحصر عن الموازين الجسرية عن السونارات اكو اختلاف بين الحكومة الاتحادية ومنافذ الاقليم التاجر يعني يفكر شون يحقق ربح صح اليوم اني تاجر اجي اذا استورد بضائع عن طريق منافذ الحكومة الاتحادية تفرض عليها اجور عالية راح يصير عزوف اروح التجع على اي منفذ اخر يوفر للتسهيلات يوفر لاجور قليلة فتماددنا المعلومات بيننا وبين المنافذ الاقليم فيما يخص الاجور وتوحيدها الموضوع الاهم اللي كان بالزيارة اللي اكد عليه رئيس الوزراء موضوع الرزنامة الزراعية الموحدة شنو الرزنامة الزراعية الموحدة يعني المواد الممنوعة في الحكومة الاتحادية يجب ان تمنع في منافذ الاقليم اللي عندنا فيها اكتفاء ذاتي واللي نحتاجها على مداز بس انا اشوف الاهم بس حضرتك تقول الاهم هو التنسيق الفني بما يتعلق بتوحيد الضرائب او القمارق او شيء من هالقبيل لكن فعليا نحن لدينا منافذ دستوريا هي ان تكون تحت سلطة الحكومة الاتحادية وهذا ما لا يحصل في السابق ولم يحصل رغم ذهاب رئيس مجلس الوزراء الى كردستان اين الانجاز اذا؟ يعني الزيارة استرحيد المصر هي اقل من عشر طيام والحكومة صار لها كذا اشهر هذا الموضوع يحتاج لاجراءات يعني سابقا احنا ما كنا نوصل الى منافذ الاقليم ولا اكو تبادل المعلومات ولا اكو حوار كان طريق مزدود قرارات تصدر ولا تنفذ صح الان حصل استقبال مهم حصل تبادل المعلومات هناك ارادة حقيقية من قبل حكومة الاقليم هناك ارادة حقيقية من قبل القائمة على منافذ حكومة اقليم كردستان الى اجراء الربط واحكام السيطرة من قبل هيئة المنافذ الحدودية على كافة المنافذ في العراق سواء في الاتحاد او في الاقليم هذا الموضوع بخطوات هذا الموضوع يحتاج لخطوات يحتاج للقاءات دكتور عمر في حواراتك مع نظرائك في اقليم كردستان وجدت تعاطيا ايجابيا يعني معنا يمكن ان تقبل حكومة اقليم كردستان ان تمتثل للمواد الدستورية والقانونية الاتحادية بتسليم المنافذ الى موظفين والى قوات اتحادية صراحة القائمين في حكومة كردستان على منافذ الاقليم كانت الاجواء مريحة جدا وكانوا متفاعلين ومرحبين بهذا الموضوع احنا على تواصل مستمر عندي زيارة قريبة حسب توجيه رئيس وزراء لتفعيلة زيارة اللي كانت قبل عشر ايام من اجل الشروع في هذا الملف الشروع بيه؟ الشروع بربط منافذ الاقليم بالحكومة الاتحادية بربطها بشكل كامل بشكل كامل نتحدث عن البر ونتحدث عن على الجو نعم منافذ جوية وبرية بين حكومة اقليم كردستان ومنافذنا الاتحادية قمارق اقليم كردستان منافذ اقليم كردستان مستعدين وفاتحين ابوامهم للتفاهم والتنسيق والتكامل وتوحيد الاجراءات هذا الملف اللي دائما ما شغل بال المراقبين وانه منافذ اقليم كردستان خارج السيطرة الان الاجواء مهيئة والطرفين صراحة متفاهمين على هذا الموضوع في قادم الايام سيكون اجراءات تدريجية اكيد هذا الموضوع مو بيوم وليا ليصير ربط كامل اول شيء انا حنوحد الرزامة الزراعية نوحد تعرف الكمولوجية منسقين بينه وبين حكومة الاقليم لحد ما يكمل موضوع التكامل بينه وبينهم السؤال الاهم مرة نتعامل مع طرف بمعنى التكامل الذي حضرتك الان تؤكد عليه اكثر مرة في الجواب التكامل التنسيق بمعنى هم ونحن نحن وهم اتحدث عن اربيد بغداد لا اكثر الاقل هو سؤال الرئيس الحكومة الكاظمي ترغب بالتنسيق مع حكومة الاقليم في ملف المنافذ سواء البرية او الجوية ام تريد ان تطبق الدستور بان تكون هذه المنافذ بشكل كامل كما هي في البصرة كما هي في الاعمارة كما هي في العنبار كما هي في ديالة بشكل كامل تحت سلطة الحكومة الاتحادية حتى تكون الأمور واضحة نحن لا نتفاعل منافذ الاقليم كأننا نريد نفرض السيطرة كأننا نريد نحتل هذه المنافذ هو موضوع منافذ الاقليم او اي منفذ حدودي هو عبارة عن ايرادات وعبارة عن بضائع وعبارة عن رزنامة زراعية وتعرفة قمرقية واجور هذه المواضيع اذا تم تسفيتها مع اقليم كردستان انه احنا كحكومة اتحادية نعلم حجم الواردات حتى يتم فيما بعد تقاطحها فيما خص الرواتب نعرف البضاعة لتدخل ما نوعها وما مصدرها متوالمة مع المواصفات العراقية متفقة مع حكومة الاتحاد فيما خص المواد الممنوعة فيما خص موديلات السيارات هو الموضوع هذا موضوع فني يعني تفني اذا سيطرت على الايرادات وفني اذا سيطرت على الداخل والخارج عن طريق هذه المنافذ وفرضت سيطرة الروزنامة الزراعية والتعرفة القمرقية والاجور واصبح هناك ممثلين من الحكومة الاتحادية في هذه المنافذ للمراقبة والاشراف والسيطرة والتنسيق هذا الملف ينتهي يعني يحل بشكل صحيح طيب لان احنا بصراحة سيدر انا بس احضر اود الاشارة قبل شوية اتكلمنا طرف وطرف انا من اتكلم مع الاخوان في الاقليم كأنما انها طرف واحد تحت خيمة العراق فيكون التفاهم تحت هذا المسمى منافذ اقليم كردستان هناك ضرورة ملحة وهناك قرارات صادرة من مجلس الوزراء قرارات اتحادية يجب ان تطبق كيف تطبق هذه الاجراءات؟ يحتاج الى جلسات يحتاج الى تنسيق يحتاج الى تبادل المعلومات ومن ثم الشروع بربط هذه المنافذ تدريجيا عن طريق فرض هيبة الدولة عن طريق فرض الاجراءات الموحدة عن طريق فرض منع دخول اي مواد ممنوعة عن طريق غلق المعابر غير الرسمية هناك منافذ رسمية عند حكومة الاقليم غير رسمية بالنسبة الى الحكومة الاتحادية هذا يحتاج لها ايضا وقفه يحتاج لها اجراءات انا اللي دفع سؤالي هو الاطروحات التي تقدم دائما على حكومة الكاظبي ان هذه الحكومة مثلا دخلت على المنافذ الحدودية في كل الجغرافية العراقية في حدود الجغرافية العراقية بشكل جيد بشكل مقتدر لكنها لم تفعل مثل هذا في اقليم كردستان وهذه واحدة تسمع الاشكالات التي تطرح على حكومة الكاظبي انطلاقا من هذا اصوه اسئلتي انطلاقا من هذا رئيس الوزراء زار الاقليم وانطلاقا من هذا رئيس الوزراء زار المنافذ الحدودية وزارة المختبرات اطلعنا عن النظام الالكتروني اللي موجود الان تبادل معلومات من اجل نقل هذه التجربة الناجحة في اقليم كردستان الى منافذنا الاتحادية صراحة الحكومة لديها خطة مدروسة دولة رئيس الوزراء المراقبين يلاحظون تحركاته راح الى اقليم كردستان بعد يومين زار منفذ الشيب في محافظة ميسان وكذلك عند زيارة احتمال المرتقبة الى منفذ عرعر الحدودي يتعامل مع منافذ الاقليم مع منافذ حكومة الاتحادية بسواسية هناك ترحيب من قبل حكومة الاقليم هناك اجواء ايجابية في منافذ اقليم كردستان وفارحين ابوابهم انه كمنافذ اتحادية يطلبوا من عندنا الحضور الى المنافذ يطلبوا مننا زيارة يطلبوا من عندنا التكامل يطلبوا من عندنا التنسيق يعني هذا الملف اللي كان جامد طيل هذه السنوات السابقة انا اوعدك انه في قادم ايام ستكون هناك اجراءات اللي بالك انت تريدها بانتظار النتائج الايجابية اللي تضمن انه الاجراءات المطبقة في الجنوب تطبق في اقليم كردستان هذا المرتكز الرئيس الذي الى الان لم يتحقق وبانتظار ان يتحقق بعد جولات حوار في طور التحقيق زيارة رئيس الوزراء على هذا الاساس انه احنا التاجر العراقي او وكيل الاخراج او الذي يعمل ضمن التجارة في المنافذ الحدودية يقول انا منافذنا الاتحادية صعوبات ومعوقات هناك اللي جنة شكلت لتذليل المعوقات وتسهيل التجارة في منافذنا الاتحادية هناك اجراءات تبسيطية وجه بها رئيس الوزراء بعد ما اطلع على النظام الالكتروني سننتقل للمنافذ الاخرى لكن لانه لازلت في موضوع اقليم كردستان السؤال الاخير بهذا الملف سمعنا كثيرا وسمعنا على مستوى عالي يعني التصريحات على مستوى عالي يمكن رئيس مجلس وزراء سابق تحدث عن هذا الموضوع انه مو فقط عندنا منافذ في اقليم كردستان هي ليست تحت سيطرة الحكومة الاتحادية لا هناك منافذ في اقليم كردستان ليست حتى تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان بشكل رسمي يعني منافذ غير رسمية ويتم منها تهريب نفط وتجارة غير رسمية تابع على جهاز سياسية في اقليم كردستان هل تم العمل على الوقوف على هذه المنافذ غير الرسمية لا قبل قليل كنا نتحدث عن الرسمية هذا الملف جدا مهم قدمت دراسة الى مكتب رئيس الوزراء وبالاسم المعابر غير رسمية التي موجودة في اقليم كردستان طيب على الفور كلف دولة رئيس الوزراء العمليات المشتركة لانتقال الى هذه المعابر وجمع معلومات الجهات الاستخبارية عن هذه المعابر الغير رسمية وفعلا صدر القرار بغلق احد هذه المعابر وذلك عمليات موجودة هذه المعابر الرسمية الغير رسمية اذا بقت موجودة التجارة تظل بها اشكالات لان رح تظل ضعاف النفوس يستخدمون هذه المعابر غير رسمية وبالتالي ينعكس سلما على التجارة في منافذنا الاتحادية هذه الملفات فيما يخص ملف اقليم كردستان المنافذ الرسمية المنافذ غير رسمية المعابر غير رسمية عدم توحيد الاجراهات كلها موجودة في دراسة صارت بها خطوات ايجابية بعد زيانة رئيس الوزراء هذا الموضوع صارت فضل طويلة مثل ما خبرت قبل قليل لم يتقدم خطوة واحدة الى الامام الان بدأت الخطوات تتسارع الاهم في هذا الموضوع هناك تجاوب هناك ترحيب من قبل اقليم كردستان في تفعيل هذا الملف علي مرة اتحدث عن مجموعة عصابات تستعمل حدود غير رسمية او منافذ غير رسمية للتجارة يعني التجارة بسيطة متوسطة لكن مرة اتحدث عن تجارة سياسية اتحدث عن مصادر تمويل لجهات سياسية اتحدث عن بيع نفط ليس بالضرورة يقوم به تجار صغار او متوسطي انا اتحدث عن شخصيات وعن جهات وعن احزاب سياسية صراحة انا استرحيض اهنا الامور السياسية اكδήه اتحدث عن منافذ حدودية انا اتحدث عن السياسية صراحة اتحدث عن منافذ حدودية ايه و كرئيس اهيئة منافذ حدودية ارغب zilتعة على كافة منافذ حدودية من ضمنها منافذ قليم كردستان شخصنا معابر غير رسمية شخصنا امور سلبية موجودة خبرنا بها قائد قوات حل kicks الحدود خبرنا بها قائد اعملات المشتركة خبرنا بها مكتب رئيس الوزراء على الفور المكتب استجاب دولة رئيسة وزراء استجاب لهذا الموضوع ومتابع يوميا نحن في طور تفكيك هذه الملفات يعني أنا أتمنى أن يكون أطمئنان في هذا الملف أنه ملف القليم كردستان أن الحكومة وهيئة الملابس ستتحقق نتائج لم تتحقق سابقا حضرتك مطمئن بسبب الأجواء الموجودة بسبب الترحيب الموجود التفاعل الموجود يعني أنا من رحتي إلى منافة قليم كردستان يعني أن مثلا المطارات الأقليم ومنافذها ستكون بالنسبة للحكومة الاتحادية كما هي مطار البغداد ومطار النجف ومطار المثلا الناصرية وكما هي المنافذ منفذ عرعر ومنفذ الشلامتشو ومنفذ الشيب وغيرها أكيد هذه المنافذ ستكون سواسية من حيث التعامل من حيث الإجراءات من حيث التعليمات التي تصدر من الحكومة الاتحادية تطبق على كافة هذه المنافذ الحدودية جميل خليني أنتقل إلى إذن إلى المنافذ الأخرى المفترض أن هناك حملة بدأت مع هذه الحكومة هي بدأت في حكومات سابقة لكن مع هذه الحكومة يمكن برزت بشكل مختلف أو بشكل معاصر ما الذي فعلتم جميعنا يعرف المختص وغير المختص المراقب وغير المراقب أن منافذنا واحدة من أهم ملفات الفساد المالي الإداري ممكن لا أعرف إذا كانت هناك أشكال أخرى للفساد ما الذي قمتم به بكل المنافذ سواء في ديالة، في ميسان، في العمارة، في البصرة، في الأنبار وغيرها؟ صراحة الملف في المنافذ الحدودية والفساد الموجود في هذا الملف وفي القمارك وفي الضرائب وفي كافة الإجراءات الموجودة في المنافذ الحدودية هذا الموضوع ليس هو وليد مع هذه الحكومة هذا سنوات سابقة ولا وليد بعد 2003 من قبل 2003 وبعد 2003 هذا الملف يشبه شبهات فساد وفعلا الفساد موجود به على درجة عالية جدا ولكن في الآونة الأخيرة وفي حكومة السيد الكاظمي هذا الملف أخذ مساحة إعلامية ومساحة في الوسط الشعبي في الوسط السياسي المنافذ الحدودية والمنافذ الحدودية أؤكد لك أنه السبب الأساسي أن هذا الملف أخذ مساحة واسعة بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها هيئة المنافذ الحدودية برعاية الحكومة الجديدة للنهوض بهذا الملف وإلا سابقاً الملف يعني مثل ما يقولك خافت وماء على الأضواء بسبب أن الماء باقي راكد في مكانه ما إجا شخص وحرك هذا الماء الراكد من أجل تفعيل هذا الملف صراحة من اليوم الأول الذي شرعت فيه الحكومة الجديدة برئاسة السيد الكاظمي قدمنا دراسة مختصرة جدا ودقيقة جدا عن المعوقات والفساد والإجراءات التصحيحية يعني الحكومة من تقدم لها أنت أمور غير صحيحة بالمقابلة تريد النتائج وتريد الحلول صح تفاعلت الحكومة مع المنافذ الحدودية بشكل غير طبيعي يعني لغاية اليوم حضرت اجتماعات مع دولة رئيسة وزراء تصل إلى 20 اجتماع تخص المنافذ الحدودية الإجراءات التصحيحية التي قدمناها من ضمنها تخصيص قوة حماية من ضمنها منافذ غليم كردستان من ضمنها الأتمة الإلكترونية من ضمنها إلغاء الإعفاءات القمرقية من ضمنها تغيير الكوادر العاملة في كافة الدوائر العاملة في منافذ الحدودية وفي منافذ الحدودية قدمنا دراسة متكاملة هذا الملف فيه فساد الكل يعلم ذلك نظر نتكلم بالفساد نقول هذا الملف فيه فساد لو نعالجه قدمنا المعالجات عندما قدمنا المعالجات لقينا تجاوب غير مسبوق لدعم هيئة المنافذ الحدودية ابتدأنا بالأمور التي تحتاج معالجة سريعة والتي تكون نتائجها سريعة أيضا وهي تخصيص قوة الحماية مثل ما تفضلت كلامك كانت دقيق جدا هناك منافذ كانت خارج السيطرة هناك منافذ حصلت فيها تجاوزات سابقا خارج السيطرة تحت سيطرة من؟ لأنني أعرف مثلا تحت سيطرة مجاميع خارج عن القانون تحت سيطرة مجموعة أنا أسميها مجاميع منظمة أشبهها بالإرهاب عندنا منافذ موجودة في الجنوب عندما تخرج البضاعة من المنفذ ترمى إطلاقات نارية خارج المنفذ بسبب منافسات بين العاملين على نفس المادة التي تخرج من المنفذ الحدودي سابقا كل يوم في أحد المنافذ المعلومات التي نملكها أنه عندنا منافذ هذا ما البيت فلان يعني ما العشائر نعم صحيح ما البيوتات عشائرية نعم صحيح هناك عشاء مسيطرة وعندنا منافذ لا تملكها فصائل مسلحة أو جهات سياسية وتأخذ ريعها أو تتقاسم ريعها أستاذ حيدر كل منفذ حدودي إلى خصوصية وكل منفذ حدودي كان مختص بتهريب مادة معينة وكل منفذ حدودي كان مسيطرة عليه مثل ما تفضلت ناس خارجة على القانون أو ناس ما تدعي انتماها إلى العشائر طبعا أكيد العشائر العراقية الأصيلة بريئة من هذا الناس بس اليوم أنا أدسوي فعل مخالف عن القانون يأما ألتج أسمي نفسي على جهة معينة سياسية أو حزبية أو عشائرية من أجل الخوض في هذا الموضوع سابقا مثل ما قلت قبل قليل أن منافذنا الاتحادية كان بها تدخلات كان بها ضغوطات من جهات خارجية كان بها أعمال غير صحيحة الآن المنافذ الحدودية بعد ما قدمنا هذه الدراسة وتم تخصيص قوة من قيادة العمالات المشتركة لكافة المنافذ الحدودية لم يحصل لدينا خرق لحد الآن والحمد لله وشكرا يعني أحد المنافذ التي تكلمت بها قبل قليل كل يوم السيارات التي تطلع من هذا المنفذ الحدودي تتعرض للضرب من قبل خارجي عن القانون إطلاقات قادية هذا في الجنوب في الجنوب إطلاقات نارية منفذ الشيب منفذ الشيب تحديدا في محافظة ميسان بسبب صراع العاملين في هذه الجنبة البضائع وما شابه ذلك يعني سبيل المثال أنا اليوم أشتغل صراع الذين يهيمنون يهيمنون على التبادل التجاري في هذه المنافذ الحدودية بشكل عام وهذا إذا ما تنطيق فلوس ما تدخل هذا الصراع وين يصير صراحي دار خارج المنفذ الحدودي بعد المنفذ بعد إحنا كصلاحياتنا داخل المنفذ حدودي خارج المنفذ مو صلاحي صراحيات الشرطة وقياة العمليات النهاي أي بضاعة تفوت يعني مو أي بضاعة يعني مو أي بضاعة يعني أوصف لك الموضوع حتى للمشاهد الكريم ساعد الطلاع اليوم أنا أشتغل في بضاعة معينة أشتغل بالعصير على سبيل المثال وستر حيدر يشتغل بالعصير نفس المادة من أنا أطلع المادة مالتي جماعة استر حيدر يعني إذا كانوا يعني خارجين على القانون حشرهم يرمون السيارات اللي أنا جايب بيها ليش؟ حتى يوقفون التجارة اللي أنا أمارسها وبالتالي من يشتغل؟ يشتغل جماعة استر حيدر فهذا الموضوع كان يتكرر يوميا طبعا هذا يأثر حتى على هيبة الدولة يعني سايق بالسيارة أعزل وعنده بضاعة وينظر بخارج المنفذ هذا الموضوع انتهى من يوم اللي باشرت القوة أعمالها وانتشرت قوات من القوات الخاصة على طول الطريق انتهى عندنا هذا الموضوع في باقي المنافذ أيضا هذا الصنف الأصناف الأخرى بالسيطرة على أنا أعرف أنه تأخذ أتاوات يعني يعني هناك منفذ مال دولة منفذ مال رسمي وكو منافذ حزبية ومنافذ عشائرية نحن نتكلم عن المنافذ الاتحادية منافذ الاتحادية هذا الموضوع غير موجودة حاليا ما عندنا لا سيطرة حزبية ولا سيطرة عشائرية لا يخو ما عدكم بس هي موجودة الآن عندنا كمنافذ الاتحادية رسمية مو موجودة يقولนนهم بالشارع بالسيطراء استرامت هذه المنطقة هذا الموضوع خارج سيطرة المنافذ الحدودية نحن كمنافذ حدودية حريصين أنه من الدخل بشغرة غير بس إذا يعني ش проводنا فسلبية معينة نكتب بها يعني أكو سيطرات موجودة تمارس عمليات الابتزاز بعد خروج البضائع أعلمنا بها قائد العمليات المشترك يابطر هاي السيطرات الموجودة بعد خروج البضائع جاء مارسوا عليها عمليات الابتزاز أكو مثلا معابر أو طرق غير صحيحة نيسمية يمارس عن طريق التهريب أو ما شابه ذلك خبرنا بها قائد قوات حرس الحدود ترى هذا الموضوع ضمن اختصاصكم عالجوا هذا الموضوع نتكلم كمنافذ حكومة اتحادية أنا سأتكلم عن هذه المنافذ بالتفصيل ماذا حصل لها لكن سامحني خلي أتوقع من فاصل دكتور بعد الفاصل سات المشاهدين نعود لإتمام هذا الحوار فتفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم سات المشاهدين في الجزء الثاني من المقابلة نازلنا مع دكتور عمر رئيس هيئة المنافذ الحدودية دكتور العصابات اللي سواء تحت تصنيف عصابات حزبية عصابات أنا من أقول عصابات عشائلية لا تحدث عن العشيرة بوصفها لسق اجتماعي محترم تحدث عن تكوينات حتى أوصفها أو ميس عن غيرها دولة يرادلهم قصة وهي شغلتهم يعني معالجاتهم وحوارهم مع وزير الداخلية مع وزير الدفاع مع الجهات الأمنية مع العمليات المشتركة يعني ينبغل أن يهتم هذا الحوار لكن مع حضرتك يتعلق بالمنفذ الحدودي بوصفه مجموعة جهات موجودة تتعاطى مع الداخلين ومع الخارجين معلومات أنه موظف صغير في المنفذ ثروته أعلى من ثروة وزير بالدولة العراقية أنا يخطر في بالي أن مسؤول كبير قال لي موظف درجة سابعة أو ثامنة يمتلك سيارة سعرها نصف مليون دولار راتما ما يتجاوز الخمسمائة ألف دينار هذا الملف أريد أحج عنه شما سويته به الفساد المخيف الموجود بكل منافذ العراق لموظفين لديهم ظهر سياسي لديهم ظهر عسكري كمنافذ حدودية صراحة نتعامل مع كل الموظفين بمكيال واحد ولا نبالي بانتماء هذا الموظف إلى هذه الجهة أو تلك صراحة هناك مسؤولية وطنية على عانقنا أنه إحنا نؤديها موضوع الفساد وموضوع الثراء اللي موجود عند الموظفين هذا الموضوع صحيح ومتابع من قبلنا أنا خلال النصف الأول للعام 2020 لغاية اليوم ضابط 2622 مخالفة يعني شنو 2622 مخالفة؟ يعني بيها إحالات للقضاء بيها إحالات للنزاهة بيها محاسبة موظفين من ضمن الدراسة اللي قدمناها إلى رئيس الوزراء قلنا ليجب تغيير العاملين في المنافذ الحدودية في هيئة المنافذ الحدودية حتى واحد يكون يعني منصف نبدأ في نفسنا أولا وكذلك في الهيئة العامة للقمارك وفي الضرائب وفي الأجزاء الأمنية وفي الدوائر الساندة العاملة داخل المنفذ الحدودي على أثر ذلك صدر دولة رئيس الوزراء قرار ينص على التدوير لا يسمح به داخل الدائرة لفسها يعني اليوم أنا أشتغل في منفذ طريبيل ما مسموح لي أشتغل في منفذ قم قصر الشمالي يعني ما سويني شيء يعني شناه من هذا المكان خلا مقام يعني إذا كان يفسد في هذا المنفذ أكيد راح يفسد في المنفذ الآخر توجيه رئيس الوزراء بنقل الموظفين من خارج القمارك من خارج الضرائب من خارج المنافذ الحدودية اللي عمل في هذه المنافذ نحن متابعين لهذا الملف صراحة أي مخالفة موجودة في المنافذ الحدودية لا نتساهل فيها أبدا إحالة المخالفين إلى القضاء ومتابعين عمليات الفساد اللي يصير وعمليات التهريب اللي يصير هناك عمليات ضبط هناك عمليات متابعة الأجزاء الأمنية العامة في المنافذ الحدودية وهي هذا دكتور بها حسنة وبيها سيئة نعم أن مثلا هذا المنفذ الموظفين بكل أربعة الشرقون يتغيرون نعم ممتاز جدا أنه حتى لا يبقى يسيطر ويتمكن ويصنع دولة فساد أو يصنع غروبات فساد لكن أنت أحجيب شيء من الواقع العراقي نجيب لك أحد وتقول أنت ربحت شرر راح أغيرك هذا يرقض سرقة لأنه أنا حاسب حسابها ربحت شرر وطالع فكون أطلع اللي أقدر أطلع نحن على مستوى الكلام قاسي ما أريد أنه ما موجود قدام بمسؤول يرد عليه على مستوى شيء أصغر من عنده يشترى يعني ممكن ضابط يشتري أن يكون فيه سيطرة ما أو يشتري أن يكون فيه مكان ما يعرف إذا هو باقي لزمن محدد يعمل على أن يعوض الثمن اللي اشترى به المكان أقصد هذا كيف يحل هناك تقييم العاملين في المنافذ الحدودية يعني إحنا كجهات رقابية هيئة المنافذ جهة رقابية وتدقيقية راقب عمل الموجودين هناك موظفين حتى لا تكون الصورة سوداوية بشكل كامل هناك موظفين يتبتعون بالنزاهة والمهنية لا مانع من بقائهم لفترة طويلة نعم أكيد هناك ضباط في المنافذ الحدودية أحد الضباط الموجودين ومجموعة من الموظفين بقوا في المنافذ الحدودي سنة ونص وأحد الضباط اللي عندي بقيتها سنة في نفس المنفذ لينثبت كفاءة ونزاهة ومهنية عالية موضوع الأربع تشهر هذه هذا الحل الممكن القضاء على الفساد لا يتم بالتدوير ولا يتم بالنقل ولا يتم بقوة الحماية القضاء على الفساد ينحل بطريقة واحدة هو الحوكمة الإلكترونية لإجراءات المعاملة القمرقية كل ما بقى المراجع بدل المعاملة وكون موظف يتقبل سيبقى الرشوة وتبقى الأمور الخارجة عن القانون نحن في طور حوكمة الإجراءات القمرقية نحن في طور إدخال حاسبة لهذا العمل كلفت القمارق ووزارة المالية بتقديم برنامج بوقت قياسي من أجل النهوض بهذا الواقع موضوع لأربعة أشهر هو متابع من قبلنا الموظف أحيانا موظفين يعني يباشر أعماله خلال أسبوعين أو شهر ينقل إذا ثبت عليه أي سلبية أو أي ملاحظة غير صحيحة وموش يبقى أربعة أشهر كذلك باقي الدوائر عن طريق هذا البرنامج أطلب منهم تنفيذ توجيه رئيس الوزراء هناك دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لحدها متلكة في عملية التدوير والنقل وموضوع الأتمتة كذلك يحتاج لهمة ويحتاج لنهوض في هذا الملف نحن كمنافذ حدودية الجهات التي تشاركهم في المنفذ وزارة المالية وبعد منه أربعة أشهر دائر عاملة في المنفذ الحدودية وزارة المالية متمثلة في هيئة القمارق وهيئة الضرائب والمصارف وشركة التأمين يعني أربعة جهات بالمنافذ الحدودية تبع إلى وزارة المالية وزارة الداخلية تعمل في المنافذ الحدودية متمثلة في الجوازات وتمثلة في شطط القماري وتمثلة في مديرية مكافحة المتفجرات يعني هذه دابعة إلى وزارة الداخلية وزارة النقل أيضا موجودة متمثلة بالشركة العامة للنقل البري ولها إجراءات معينة في المعاملة القمرقية وذلك محجر صحي ومحجر بيطري ومحجر زراعي وزارة الصحة هذه وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة كهرباء كل هذه الوزارات وهذه الهيئات عن حكومة كلهم يلنفذ مدير طبعا للإجراءات القمرقية تحتاج المرور في هذه الملفات أنا أود الإشارة إلى موضوع معين سامحني بين هلالين طريقة بدائية يعني أنا مثلا أنا تاجر عندي بضاعة المفترض أنا عندي التعامل الكتروني مع هذه الجهات تنتهي كل المعاملة فقط المطابقة ما بين المعاملة الإلكترونية وما بين البضاعة الداخلة بحيث هذا السائق اللي موجود في الشاحنة في السفينة لا يتحدث مع الموظفين إلا بقدر هذه بضاعتي هذا رقم معاملتي طابقوها خلاص حتى تنتهي يعني كل هالقصاص وكل هال يعني حاطين حكومة كاملة بالمنفذ الحدود على شون تتعاملوا هالبشرط هذه إجراءات وبعطية إدارية مملة للتاجر والمستورد العراقي صراحة ملف المنافذ الحدودية مثل ما تكلمنا على أقليم كوردستان أتكلم على موضوع الأتمة الإلكترونية تفضلت بها اللي هو الحل الوحيد منذ العام 2009 انتبه لهذا التاريخ عام 2009 كلفت وزارة المالية اللي هي العامة للقبارق بأتمة الإجراءات القمرقية يعني قبل 11 سنة لم يتقدموا قطوة واحدة في إنجاز هذا الموضوع وهذا الموضوع هو اللي يحل الفساد وينهيه بشكل تام الآن هذه الحكومة يعني بصراحة أتكلم مو من باب الدفاع عليها ضغط كبير في الكثير من الملفات من ضمنها ملف المنافذ الحدودية يعني إحنا شرعنا بخطة مدروسة مثل ما أسلفت التفاهم مع قريم كوردستان لبسط السيطرة وتوحيد الإجراءات حوكم الإلكترونية متلكة منذ دعش عام الآن وصلنا إلى نتائج متقدمة يوم أمس كان عندي اجتماع كمسؤول لفريق الأتمة للمنافذ والقمارك صدر قرار من قبل رئيس الوزراء بتكليف الأمانة العامة للحوكم الإلكترونية لكافة دوائر الدولة من ضمنها منافذ الحدودية الآن جهزنا نظام إلكتروني خاص بالضرائب الآن عمل إجازة الاستيراد بشكل إلكتروني الآن شهادة المنشأ تصدر بشكل إلكتروني عملنا ربط شبكي للسونار يعني البضاعة موجودة في المنفذ الحدودي تطلع صورتها عدي هنا موجودة في مقر الهيئة وفي القمارك هناك إجراءات متطورة وعلمية مدروسة من أجل الشروع في موضوع الأتمة موضوع الأتمة موضوع مهم متوقف الآن على إجراءات الهيئة العامة للقمارك متى ما أكملت وزارة المالية والهيئة العامة للقمارك بالصفتها الجهة الأهم أهم ما موجود في المنافذ الحدودية هو المراكز القماركية التابعة لهيئة العامة للقمارك متى ما أكملت هذه الدائرة أتمتت إجراءاتها القماركية مقنع ما تقوله هذه هيئة القمارك عن تأخرها وعدم حسمها ملف تحويل الإجراءات من ورقية أو من طبيعية إلى الكترونية؟ تعرفت من 2009 ولغاية اليوم أكثر من وزير يتبدل وأكثر من وزير قمارك يتبدل يعني هذا الموضوع ما تفعل يعني هو مو الوزير يشتغل في هالكلام بس يتابع هذا الموضوع ويحاسب اللي موجودين ويطور العمل الإلكتروني اللي موجود الآن هناك ثقف زمني طبعا رئيس الوزراء وضع ثقف زمني لإنجاز موضوع الأتمتة من قبل هيئة العامة القمارك ووزارة المالية دكتور ما عدنا هس منفذ كذا منفذ كذا هادم سيطر عليه جماعة كذا جماعة كذا هيتشي تم تحرير المنافذ من السيطرة؟ سالحيدا نتكلم بصراحة هناك منافذ حصلت بها تجاوزات سابقا تدخل قوة خارجة على القانون تحمل السلاح وتنتهك المنفذ الحدودي وتخرج بضاعها عن طريق القوة صارت عندنا في ديالة صارت عندنا في منفذ المنذرية حتى تسمي الكهب المسميات صارت في منفذ المنذرية وعلى أثرها تم حكم على مجموعة من الضباط عندنا في منافذ الحدودية بسبب هذا الخرق مع علم القوة كانت أكبر من حجم القوة اللي موجودة عندنا في المنفذ الحدودي صارت عندنا في منفذ مندلي أيضا حضرت مجاميع خارجة على القانون وتجاوزت على المنفذ وكسرت باب المنفذ وطلعت بضاعها بالقوة من المنفذ الحدودي هذه الأعمال حاليا غير موجودة هناك قوة ضاربة ماسكة بوابات المنافذ الحدودية ومقترباتها مهمة قوة الحماية حتى تكونوا واضحين هناك الكثير من المتشككين يقولون قوة حماية شير علاقة بالإيرادات والعمل القمرقي شو معرفهم؟ أوضح هذا الموضوع قوة الحماية واجباتها توفير الحماية للعاملين داخل المنفذ الحدودي والموظف حتى يعمل فيئة رياحية كاملة وكذلك تمنع دخول أي شخص غير مخول سابقاً منافذ الحدودية يعني يدخلوها ناس ما لهم علاقة بالعمل القمرقي تدخلها عصابات يدخلها ناس حاملين السلاح هو حامل السلاح ويقف عند رأس الموظف ويقول لمشي هذه المعاملة لا تمشي هذه المعاملة هذا الموضوع قطعاً لماذا هيئة المنافذ الحدودية في إدارتها الجديدة طلبت توفير قوة الحماية؟ هناك مهم وأهم صحيح جهاز مقافة الإرهاب ستعمل لها المهمات؟ لا نحن بصراحة كنا طالبين جهاز مقافة الإرهاب أو قيادة قوات الشرطة الاتحادية على مستوى عالي من التدريب والمهنية والحدية في التعامل ولأن التحدي كبير ولأنه العصابات والجماعات الثكيلة والتحدي كبير القادر عمل قوات المسلحة كان له نظر في هذا الموضوع خص قوات من الرد السريع وقعوا ماسكين المنافذ لمدة شهرين بعدين توجيهات جديدة بتبديل هذه القوة من قيادة العمليات الموجودة في المحافظة وهناك تبديل مستمر يعني حتى قوة الحماية التابعة إلى قيادة العمليات ما تبقى مستمرة بالمكان مالتها لا سمح الله سترسل علاقات أيضا مع الناس الطابين والطاعين من المنفذ الحدودي كل شهرين صدد أوامر من قيادة العمليات المشتركة كل شهرين تبدل هذه القوة بقوة جديدة فالآن منافذنا الحدودية مؤمنة المنافذ الذكرناها يصير بها تجاوز خارج المنفذ وتنظر بالضاعة هذا الموضوع غير مهم دكتور تحكي بطريقة أطلاقا لأنما قضي على المشكلة بشكل كامل بالفعل هل يوضع وصلنا له؟ نحن نتكلم على ملف وملف آخر تكلمنا على قوة الحماية لا أتحدث على المنفذ عن الفساد في المنفذ لا الفساد ما ممكن القضاء عليه في يوم وليل بشكل كامل بس نحن نقول في ظل جائحة كورونا الآن نصف الأول من عام 2020 جائحة كورونا موجودة تصفير لرسوم القمرقية لمدة خمسة أشهر لأهم البضائع والمواد الغذائية والصحية إعفاءات قمرقية حققنا إيرادات في النصف الأول أنا راح أجيل لازال عندي نصف الحلقة بالكامل طمئن دكتور بس أنا خلينا ألف تنظرك لأن هذا الملف هو أكثر حساسية سابعنا أخذ حوالي نصف الحلقة يعني أنا أختر في ذهني مثلا أجرينا تعقيقا صحفيا قبل حوالي 6-7 سنوات قال لي أحد في الصفرة في صيدرات الصفرة قال لي أنا موظف في هذه السيطرة قال لي اترك العمل لأنه أنا كنت مراقب إليه قال لي اترك العمل لمدة عشر دقائق وهي 20 ألف دولار إليك يعني طيب العشر دقائق راح شي دخل الله العالم فبالنتيجة الجميع يعرف حجم ما يحصل من فساد هناك لذلك أسأل بشكل مركز على هذه المنافذ الملف الأهم الذي يرتبط بهذه المنافذ وهو جزء من حالة تطويرها وكذا هو مباني وأشكال المنافذ يعني المداخل الحدودية والمنافذ الحدودية في العراق مؤسف أن نقول أن أشكالها بائسة بناياتها بائسة كما تذهب إلى عرعر كأنها تدخل إلى بلد لا تاريخ له لا هيبة له وهكذا المنافذ الأخرى ماذا عملتم على ما يتعلق بالمنافذ الحدودية على مستوى البنايات وعلى مستوى ما نراه في العالم من البوابات الإلكترونية ومن كذلك حواسيب وموازين وإلى آخره بصراحة البناء التحتية للمنافذ الحدودية بائسة الله أشكال خير تقول أن أتكلم صراحة أمار بن جامل للناس بناتحتية بائسة بنايات مترهلة بصراحة أكي فرق بين منافذنا ومنافذ المجاورة وهذا يعني يدعو على الإحباط صح زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى منفذ الشيب يعني أنا حسيت الألم اللي مر بي من شاف هذا الوجود وهذه العشوائيات وهذه البنايات المترهلة السبب سابقاً كانت الهيئة المديرية عامة تابعة إلى وزارة الداخلية أحالت هذه المنافذ مديرية حضرتك المدير اللي ترعس هيئة الهيئة المنافذ الحدودية بل 2016 ونزولاً تابعة إلى وزارة الداخلية أحالت هذه المنافذ الحدودية إلى مقاولة من أجل إعادة إعمارها هذه المشاريع متلكئة انفصلت أصبحت هيئة مستقلة تابعة إلى مجلس وراء تابعة إلى مجلس وراء لمدة سنتين ونص حاولت الإدارة السابقة عن طريق مشاريع استثمارية عن طريق استحداث جباية ومكاتب خدمة من أجل تطوير هذه المنافذ والنتيجة صفر لا شيء ما كان موازنة؟ نحن لا توجد لدينا موازنة استثمارية لا تأتي إلى المنافذ الحدودية إرادات إرادة المنافذ الحدودية اللي بالمليارات يروح بشقين شق إلى وزارة المالية والهيئة عملية قمارك والشق الآخر 50% من الإرادات تذهب إلى المحافظات اللي بيها منفذ حدودية لم يخصص أي مبلغ إلى المنافذ الحدودية من أجل دعمها لدينا قانون رقم 30 لسنة 2016 قانون مشرع قانون هيئة المنافذ الحدودية المرقم 30 ولا يشتمل على مادة ليعني ما بلا إرادات لا ما بإرادات لكن في موازنة في موازنة 2018 وموازنة 2019 فقرة ثبتت في هذه الموازنة أن إراد المنافذ الحدودية 50% للمحافظات على المحافظات أن تخصص مبالغ من هذه 50% لعادة تطوير وترميم المنافذ الحدودية قانون يا بشرك أنه ولا محافظة قدمت أي شيء للمنافذ الحدودية قبل أيام وعندما قدمنا هذه الدراسة رئيس الوزراء أصر على وضع صندوق خاص لعمار المنافذ الحدودية جميل وتثبيت ذلك في الموازنة الاتحادية ملزمة لكافة المحافظات تخصص مبالغ لعادة تطوير المنافذ الحدودية هذا الملف مهم هذا الملف صراحة مثل ما نتابع الفساد الموجود ونحد من عنده ونحاول تطوير الحوكم الإلكترونية مثل ما نحن خصصت قوة حماية لبسط الأمن والسيطرة على الداخلين والخارجين وعلى فرض هيبة الدولة موضوع إعمار المنافذ من أولويات هيئة المنافذ الحدودية وإلى اهتمام كبير من الحكومة هناك إجراءات ستكون مهمة في هذا الملف وهو الموضوع لا يتعلق فقط في المباني في منافذ الحدودية أنا أتحدث عن هذه الهيئة هي بالكامل يعني عزلت عن وزارة الداخلية وخصص إلها وشرع إلها قانون لكنها لغير مهيئة حتى على مستوى هذه البناء التي نجري فيها هذا الحوار بإمكان القول أنها غير مناسبة وكيف تقوم هذه الهيئة بمهامها في ظل عدم تشييد أمكنه أو أعمال مناسبة لأهدافها خلينا توقف مرة أخرى من فضلك دكتور مع فاصل الثاني سانة المشاهدين أعود بعده لإتمام الجزء الأخير من هذه الحلقة من المقابلة مرحبا بكم سانة المشاهدين في الجزء الأخير من المقابلة لازلنا مع رئيس هيئة منافذ الحدودية دكتور عمر اللي وايلي دكتور خلينا أبلش بما يتعلق بأن أذكر أنه الحكومة إجمالاً تحدثت عن المواد الكيميائية بعده المصيبة التي حصلت في بيروت وصار عمل على إخراج مثل هذه المواد في الموانئ في أماكن أخرى في مطارات أين وصل هذا الموضوع؟ هل أخرجتم شيئاً؟ هل انتهى هذا الملف؟ صراحة أن هناك لجنة سابقاً شكلت على موضوع الحاويات المتكدسة بس مع شديد الأسف ما إخلوا هذه البضاعة اللي موجودة بسبب إجراءات روتينية قديمة قبل حكومة قديمة بعد ما صاد تفجير مرفأ بيروت على الفور وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة المنافذ الحدودية ومدراء المنافذ الحدودية للخوف في هذا الملف وإخلاء المنافذ البحرية والجوية والبرية من أي مواد كيميائية قابلة للتجارة والاشتراك على الفور وبنفس اليوم شكلنا هذه اللجان هذه اللجان بجدد شكوا مواد كيميائية ومزدوجة الاستخدام في الموانئ وفي المطارات والمنافذ البرية وفعلاً مثل ما تلاحظون الأخبار اللي صدرت عن طريق هيئة المنافذ الحدودية تم إجلاء الكثير من هذه الحاويات الخضرة تم إجلاء موادة C4 من مطار بغداد اللي كانت مستوردة من قبل وزارة النفط ومتلكة لسنوات طويلة لم تخرج هذه البلاعة تم إجلاءها إلى أماكن آمنة في مستودعات العسكرية تم إجلاء العشرات والعديد نطمئن أنه لم يعد هنا لك شيء هذا الملف مسيطر عليم تم تنفيذ توجيه رئيسي وزراء بإجلاء نسبة 90% من الحاويات شريطة الانفجار من الموانئ والمنافذ البرية والمطارات جميل خلينا ننتقل إلى واحدة تحصل من البلدان دائماً اللي تحصل بها فوضة أن منافذها تسيطر عليها جهات حزبية عسكرية ممكن كذائية مثلاً نسمع عن عن المنافذ البرية عن المنافذ الجوية هل لديكم هل لدى هذه الحكومة؟ أنت جزء من عمل الحكومة بما يتعلق بالمنافذ جزء الرئيس والأهم مثلاً المطارات مسيطر عليها فلان جهمان فلان المنفذ الحدودي الموانئ المنافذ البحرية إلى مرحلة تصل إلى أن لا أعرف كيف يسحون القطاعات أو الأرصفة هذا الرصيف حزبية فلان هذا الرصيف جماعة فلان الذي قمتم به بما يتعلق بشراكة السيطرة ما بين حكومة ووجهات أخرى ابتداءاً منع الدخول أي شخص غير مخول يعني أنت هاي الأشخاص إلى داخل الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية يعني هذه الأعمال التي تفضلت بها أن هذا الرصيف لهذه الجهة هذا شون يمارس أعماله عن طريق دخوله إلى هذه الأرصفة ويفرض الأتاوات ويفرض الأعمال الغير صحيحة منعنا دخول هؤلاء الخارجي على القانون أنا أسميهم ما أسمي بهذه المسميات لأن أغلب ما هم يعني يدعون انتمائهم لهذه المسميات نحن كمنافذ حدودية نتعامل بمهنية اللي هي نمنع دخول أي شخص غير مخول إلى داخل المنفذ الحدودي هذا الرقم 1 رقم 2 أي معاملة أو أي إرسالية خارج الضوابط غير مكتملة الأوراق الرسمية لا تخرج من المنافذ الحدودية نحن كل يوم لدينا واجبات نوعية لدينا ضبط لمخالفات مختلفة طبعا أكيد تهديد موجود على ضباطنا أحد ضباطنا تعرض إلى التفجير فجرة وبيتها بسبب إجراءات متشددة هذه الملفات وين يشتغل هذا الضابط؟ يشتغل في مقر الهيئة مسروعا متابعة كافة المنافذ الحدودية بسبب قيامة ضبط مواد مهمة وضبط عمليات تهريب في أمقصر في المواناة البحرية تعرض بيتها إلى التفجير من غير التهديدات المستمرة لرئيس الهيئة لموظفين الهيئة لرئيس الهيئة أكيد طبعا اليوم من ألزم يجون هنا يهددون يبعثون مسجات يبعثون إشارات معينة لا نهتم بها بصراحة لأن هنا مر علينا كثير بصراحة هدفنا الأساسي ضبط الإجراءات القمولقية في المنافذ الحدودية وفرض هيبة الدولة وهذه المسميات وهذه الأرصفة وهذه الإدعاءات اللي موجودة لن يكون لها موطئ قدم في المنافذ الحدودية كافة المطارات؟ المطارات تعتبر من أقل المنافذ الحدودية اللي بيها هذه التجاوزات لانشحنها قليل بضائحها قليلة هناك يعني بها شغل آخر يعني مو بالضرورة بس منتقالنا بالموانئ البحرية وبالمنافذ البرية على أقل يعني بصراحة نحن عندنا تقييم أن الموانئ البحرية رقم واحد بالبضاعة وبالاستيرادات وبحجم الفساد صحيح؟ المنافذ البرية هناك منافذ مهمة يعني تركيزنا يكون ومتابعتنا تكون حسب أهمية هذا المنفذ سواء بحري أو بري أو جوي المنافذ الجوية تعتبر أقل فساداً إذا ما طرناها في المنافذ الأخرى جميل أريد أنتقل إلى موضوع الإعفاءات لأنه أشرت حضرتك في بداية الحوار أن هناك نسبة إعفاءات كبيرة ورثناه من الحكومات السابقة لعدد كبير من المنتجات من البضائع ورديكم نية لتخفيضها أكيد سأل حيدر ملف الإعفاءات القمرقية أخطر الملفات الموجودة في المنافذ الحدودية السبب لأنه ده يستغل أولاً ستين بالمئة انتبه لهذه النسبة ستين بالمئة إلى الاثين وستين بالمئة توصل النسبة حجم البضائع المعفية أنا شون أحقق إيراد وعدي إعفاءات قمرقية وضريبية مؤقب أهداف يعني مثلاً أنا أغلبها أهداف غير حقيقية صراحة أن أتكلم أغلبها أهداف غير حقيقية كتب الإعفاء تزور وتستغل لإدخال أكثر من المادة اليوم أنا أخذ كتاب إعفاء لإدخال مادة الحديد عن طريق منفذ زرباطي بعد ما استنفذت الكمية عن طريق ضعفاء النفوس أروح أسوي تغيير لمنفذ الحدودي أنا أريد أغير المنفذ الحدودي أريد أروح أنا عن طريق المنذرية يرجع يدخل نفس الكمية من منفذ آخر بعد ما يغير المنفذ الآخر يتلاعب بالمادة يغير مكان الشيش يكتب مثلاً سمنت يرجع يدخل سمنت يعني كتب الإعفاء مستغلة استغلال غير صحيح أنا ضبط التزوير وقفت بعض الشركات وحلتهم للقضاء الآن عندي ملف تحت اليد يقضي أعالج أعالج استغلال الإعفاء نعم ولا أقضي على الإعفاء لأنه أنا مثلاً أبرح العراق بحاجة إلى منتجات من أجل إعماره من أجل بنائه من أجل تطوير بنيته التعليمية بس هاي وين هاي كم ملف بعد ما عرضت هذا الموضوع إلى رئيس الوزراء وجهه دولة الرئيس قال هذا الملف لازم أن يقنن يعني يختصر فقط للجهات المهمة يعني مثل وزارة الصحة ووزارة الكهرباء مثل ما تفضلت أكو مشاريع مهمة محتاجة إلى دعم الدولة والإعفاء بس أكو إعفاءات أعطيت بصورة فوضوية هناك إعفاءات أعطيت بطريقة يعني كثير بطراحة شم المنتج الموقف عنه وإحنا ما محتاجي أو يعني أكو شركات استثمارية أكو جهات حكومية أكو هيئات مستقلة تقدم إلى إعفاء مواد لإدخال إنشاء فلان صرح إنشاء فلان مشروع إنشاء فلان مصنع بالحقيقة هي ما محتاجة للإعفاء أنت ليش تأخذ إعفاء وتأثر على إيرادة الدولة فالحكومة نحن محتاجين للنموذ بالصناعات لتشهيد المصانع أو المعامل هذا السؤال ماكو مشكلة اليوم أنا مصنع أنا وزارة صناعة أنا وزارة إسكان إذا أنا عندي إمكانية ليش أخذ إعفاءات قمرقية أنا أجيب من دعم الدولة للقطاع الخاص ما يخالف بس هذا الموضوع استغل إحنا ما عندنا مشكلة حتى يعني بصراحة في رئاسة الوزراء هذا الملف يجب أن يقنن هذه ستتين بالمئة خلاصة عشر بالمئة حتى ندعم الدولة بالإيرادات يعني العمل الآن أنتم على تقليص الإعفاءات وهو في مجلس وزراء يحصل هذا الموضوع نعم في مجلس وزراء هناك توجه من قبل مجلس وزراء في تقليص الإعفاءات نحن كجهات رقابية نبحث عن كتب الإعفاء والتأكد من الصحة صدورها والتأكد من كمياتها وأي تلاعب موجود وأنا عن طريق هذا اللقاء أوجه رسالة أن ملف الإعفاءات متابع من قبل هيئة المنابض الحدودية كل شخص استغل هذا الملف بأمور خاجعة القانون سيكون العقاب قريب عليه إن شاء الله جميل خلينا أنتقل لأنه أنا لديه قليل من الوقت بما يتعلق بزيارات الدينية وتحديدا نحن الآن مقبلين على أربعينية الإمام الحسين أربعينية الإمام الحسين المعروف أنه الحكومة العراقية أغلقت حدودها أمام كل الوافدين العراقية نعم صحيح لا مجال لفتح الحدود للزائرين من البلدان الإسلامية والعربية أو غيرها بابتداءً المنافذ الحدودية مغلقة أمام حركة المسافرين البرية منذ أشهر البرية فقط المطارات مسموح بها لماذا المطارات مسموح بها؟ المطارات أكو بها إجراءات صحية ومختصرة طائرة تأتي بها كذا راكم المنافذ البرية إذا فتحناها أمام حركة المسافرين مثل ما خبرتك مغلقة منذ أشهر هي ستصبح عملية تبادل الزيارات بين دول الجوار وبين العراق بالآلاف العراق والعالم ودول الجوار منتشرة فيها جائحة كورونا صحة المواطن وسلامة المواطن أهم من كل شيء فهذا الموضوع يعني مغلق بسبب جائحة كورونا صراحة في أواخر الشهر السابق قدم مجموعة من المواطنين أنه عندهم حالات مرضية مستعصية تستوجب علاج في دول الجوار وما عندهم إمكانية مادية هناك طلاب يدرسون في دول الجوار وما عندهم إمكانية مادية يروحها عن طريق المطارات أخذنا استثناء من قبل دولة رئيس وزراوية للمرضى للأمراض المستعصية مو أي مرض يعني من أجل إحكام السيطرة على الدخول والخروج برا من المنافذ الحدودية يعني أود الإشارة لموضوع مهم أنه غلق الحدود البرية أمام حركة المسافرين هي بسبب جائحة كورونا هذا الغلق منذ شباط ليس كذلك؟ منذ آذار منذ آذار 15 آذار تم غلق المنافذ البرية أمام حركة المسافرين ولم تفتح بالمرة فقط للبضائع لم تفتح أبدا فقط للبضائع قبل شهر أو شهرين فتحت المنافذ البرية كانت مغلقة لمدة أربعة أشهر صحيح باستثناء المنافذ الغربية وبعض المنافذ الأخرى الآن المنافذ المغلقة هم حركة المسافرين فقط استثناء حصلنا للمرضى إذن لن تفتح المنافذ البرية أمام زوار كربلاء في الأربعينية يعني تحديدا هو الغلق ما صار حتى على مودة منع الزيارة لا أجمالا لن تفتح لن تفتح المنافذ البرية لكن مسموح لهم بالقدوم إلى العراق عبر المطارات؟ عبر المطارات لا بس يحصل فيزا يجي عن طريق المطارات المنافذ البرية مغلقة بكامل نحن ليس لدينا مثلا وافدين يأتونا عبر البحر يعني لن يأتي لحد لا ما عندنا فقط بضائع عن طريق الموانئة طيب خلينا ننتقل إلى الجائحة بما تبقى من يمكن دقيقة عندي واحدة دائما ترفع شكاوى كثيرة عن عدم وجود الأكسجين عن عدم وجود مثلا مواد كذا ويتم الحديث أنها موجودة معلقة بالمنافذ وأنها لديها مشكلة في المنافذ هل لديكم بالفعل مشكلة منها القبيل في منافذكم تتعلق بحاجات الناس الطبية؟ المنافذ الحدودية منذ اليوم الأول لانتشار جائحة كورونا كان لها دور أساسي وتعمل لمدة 24 ساعة في تماس مباشر مع هذا الوباء وادخلت المواد الغذائية أمنتها دول الجوار صاد بها مشكلة غذائية صحيح ادخلت المواد الصحية والطبية والمستلزمات نعمل ليل مع نهار في إدخال المواد الضرورية من أجل إسعاف المواطن العراقي في مواجهة هذه الجائحة فيما خص موضوع الأوكسجين أنا أؤكد إليك تقول تأكد من وزير الصحة وكل دوار الصحة أنا متابع هذا الملف بشكل دقيق جداً سيارات الأوكسجين ما تطول دقائق داخل منفذ الحدودي وإن استلزم الأمر نعمل تعهد نجه المستوردة لهذا الأوكسجين ويطلق مباشرة أعطيك حالة صارت قبل يومين قبل يومين اتصل بي وزير الصحة ساعة ثلاثة الفجر مع مدير صحة ذيقار قال عدي ميتين وثلاثة وثلاثين مصاب بجاعة كورونا مختنق داخل مستشفى الحسين في ذيقار إذا ما وصل الأوكسجين ينتهون ساعة ثلاثة الفجر طلعنا سيارة الأوكسجين وصلت إلى ذيقار وأسعفت المصابين عمل المنافذ الحدودية 24 ساعة الأوكسجين لن يتأخر داخل منفذ الحدودي نحن نتابعين هذا الملف إن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية من أجل تأمين هذه الروات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا